اشتركوا في القناة السيطرة على الفيروس والحد من انتشاره وما تقدمه من رعاية صحية للمصابين والتي اسهمت في شفاء الالاف من الحالات المصابة واكد سموه على دعم مملكة البحرين ومساندتها لجمهورية الصين الصديقة في كل الاجراءات التي تتخذها للحد من انتشار هذا الفيروس واجار سبل العلاج اللازم له بما يسهم في القضاء عليه واعرب سموه عن خالص تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل متمنيا لفخامة الرئيس الصيني موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة المزيد من التطور والازدهار كما بعث سموه ببرقية مماثلة الى معالي السيد لي كي تشانغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية عبر فيها عن خالص تعازيه ومواساته في الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل ولشعب جمهورية الصين الصديقة وافر السعادة والازدهار